ممكن مريض يجي لك وعنده أنيميا وتكون مايكروستيك أنيميا يعني الامي سي في بتاعه قليل فأنت تفتكر أنه عنده أنيميا نقص الحديد بما أن أنيميا نقص الحديد هي الأشهر والأكثر انتشارا فتبدأ تدي للمريض بتاعك حديد لكن بتلاحظ أن المريض لا يستجيب على الحديد ده فتبدأ تراجع نفسك وتقول طب ما نعمله تحليل الحديد فلما تعمله تحليل الحديد تلاقي الآيرن عالي والترانسفرين ساتوريشن عالي وتلاقي الفيرلتين عالي فالمريض ده ما عندوش نقص حديد أصلا تقول طب إيه السبب ده ممكن يكون ثلاثامية فتعمله هومجلوب إلكتروفريسيز أو فصل هيموجلوبين تلاقي الهومجلوبين A2 بتاعه عالي يعني بالفعل المريض طلع عنده بيتا ثلاثامية أو أنيميا البحر الأبيض المتوسط وما عندوش نقص حديد وعلاجه مش حديد أصلا فأهلا بكم أعزائي المتابعين معكم الدكتور تامر النهاردة هنتكلم عن أنيميا البحر الأبيض المتوسط أو بيتا ثلاثامية وحلقتنا مخصصة للأطباء وما تنساش في البداية اعمل لايك للفيديو لو حضرتك دكتور أو عندك مستشفى أو مركز طبي أو أي بيزنس طبي عموما فأكيد يهمك الظهور أونلاين بشكل قوي وبشكل يليق بيك لأن الدعاية بقت معظمها أو حتى كلها دلوقتي أونلاين ما بقاش فيه دعاية تانية تقريبا غير أونلاين عشان كده فيه شركة اسمها ديجيتال دوكتورز هتساعدك في الظهور أونلاين بالشكل المحترم الشكل البروفيشنال اللي تستحقه واللي يليق بيك ويليق بالمستشفى أو المركز بتاع حضرتك هسيب لك الرابط بتاعهم تحت في أول حلقتنا النهاردة لازم أحكي لك حكاية هي مملة شوية لكنها مفيدة ولو انت بستعجل وعايز الشغل العملي على طول فممكن تروح للدقيقة دي بالزبط كلنا عارفين إن كرات الدم الحمراء بيكون جواها الهوموجلوبين الهوموجلوبين في الكبار معظمه بيكون من النوع اسمه هوموجلوبين A أكتر من 95% من الهوموجلوبين في دمنا اسمه هوموجلوبين A وده بيكون من بروتينات كده أو حاجة بنقول عليها جلوبين تشين في عندنا 2 ألفة و 2 بيتا ده اللي بيكون هوموجلوبين A لهازم نعرف الكلام ده 2 ألفة و 2 بيتا لكن عندنا نوع آخر من الهوموجلوبين في دمنا بس بنسبة بسيطة أقل من 2.5% اسمه هوموجلوبين A2 وده بيتكون من بروتينات تانية أو من جلوبين تشينز تانية بيكونوا 2 ألفة و 2 دلتا وعندنا نسبة بسيطة أو ضئيلة أقل من 1.4% تقريبا اسمه هوموجلوبين F F دي يعني فيتا الهوموجلوبين لأن هو ده كان الأساسي للجنين في بطن أمه وفي أول من 3 ل 6 شهور وده بيكون من 2 ألفة و 2 جاما جلوبين تشينز فالأساسي في دمنا هو هوموجلوبين A اللي بيكون من 2 ألفة و 2 بيتا جلوبين تشينز لو الشخص عنده مشكلة جينية أو وراثية بتقلل إنتاج الألفة تشينز في الحالة دي بنقول إن هذا المريض عنده ألفة 300 ونبقى نعمل عنها حلقة بعد كده أما لو كان الشخص عنده مشكلة جينية أو وراثية بتسبب نقص في بيتا تشينز فدي بنسميها بيتا ثلاثيميا وسواء بيتا ثلاثيميا أو ألفة ثلاثيميا فالتنين دول بينتشروا في الدول اللي حوالين البحر الأبيض المتوسط وعشان كده بنسميها أنيميا البحر الأبيض المتوسط يبقى كده البيتا ثلاثيميا هي مرض وراثي أو جيني بيكون فيه مشكلة في الجينات اللي بتتحكم في إنتاج البيتا تشينز ولما يبقى عندنا نقص في هذه البيتا تشينز كرات الدم الحمراء بتتكسر بسرعة ويحصل أنيميا ويحصل هيموليسيز أو تكسير والبيتا ثلاثيميا دي بتنتقل من الآباء الحاملين للمرض للأبناء بالوراثة بطريقة اسمها أوتوسومار ريسيسيب باتر يعني عشان الشخص يكون مصاب لازم ياخد جين مصاب من الأب وجين مصاب من الأم فيجتمع الاتنين جين مصابين عشان يظهر عليه المرض بسرطة الكاملة أما لو كان عنده جين واحد مصاب وجين آخر سليم فمش بيظهر عنده المرض بيكون حامل للمرض بس وغالبا بيكون هو بدون أعراض وهنا في نقطة تانية معلش برضو عرفها معايا كده الجين المصاب ممكن يكون فيه إصابة أو طفرة أو خلل بيقدي إلى نقص في البيتا تشين فقط نقص بسيط مثلا أو نقص بتوسط في الحالة دي بنرمزله ببيتا بلس بنقول عليه كده بيتا بلس الجين السليم خالص بنرمزله بالرمز بيتا لكن أحيانا الجين يكون فيه خلل شديد يؤدي إلى نقص جديد أو عجز تماما في إنتاج البيتا تشين وفي الحالة دي بنرمزله ببيتا زيرو فأنا عايزك تعرف الرموز دي معايا لإن ده اللي هيفصر بعد كده تلت صور من البيتا ثلاثمية ممكن الشخص يكون عنده جين سليم تماما من الأب وجين مصاب من الأم سواء كان بيتا بلس أو بيتا زيرو فالمهم إن الشخص ده هيكون عنده بيتا ثلاثمية ماينور أو بنقول عليها تريد يعني بيكون حامل للمرض وغالبا بيكون بدون أي أعراض في الغالب أو بأعراض بسيطة أنيميا بسيطة خالص أما لو كان عنده جين مصاب من الأب وجين مصاب من الأم لكن الإصابة بتاعتهم اللي هي بيتا بلس بيؤدي إلى نقص بسيط أو إلى نقص متوسط في البيتا تشينز في الحالة دي بينتج بيتا ثلاثمية انترميديا نقدر نقول الدرجة المتوسطة من أنيميا البحر الأبيض المتوسط أما لو كان الشخص عنده الاتنين جين مصابين بيتا زيرو اللي هي الإصابة الشديدة بتؤدي إلى نقص أو عجز كامل في إنتاج البيتا تشين في الحالة دي بيكون المريض عنده بيتا ثلاثمية مايجور أو بنقول عليها كوليز أنيميا اللي هي الصورة الأشد من أنيميا البحر الأبيض المتوسط اللي غالبا بيحتاج نقل دمه وبيحتاج آير نيكليشن أو حاجات تشيل الحديد من الدم وما إلى ذلك زي ما هنعرف مع بعض ودلوقتي تعالى نتكلم عن هذه الأنواع بشوية تفاصيل ونعرف أعراضهم والفحوصات اللي بنعملها ليهم وازاي بنعالجهم بص يا صديقي العزيز لو مريض عنده بيتا ثلاثمية ماينور فده المشكلة الجينية اللي عنده إنه عنده جين سليم وجين مصاب غالبا ده بيكون بدون أي أعراض أصلا ممكن تكتشفه بالصدفة هو بيعمل تحاليل لأي سبب لأ عنده أنيميا بسيطة اللي هموجلوبين مثلا 11 أو 12 ومايكروستيك أنيميا الامي سي في بتاعه قليل والايرن بروفيل بتاعه ما فيوش مشكلة ما عندهش نقص حديد فديجي تعمل له هموجلوب يطلق عنده زيادة شوية في هموجلوب اي تو أكتر من 3.5% فبتشخصه إن ده عنده بيتا ثلاثمية ماينور وغالبا ده مش بيحتاج أي علاج لكن تعرفوا إنه هو مش محتاج حديد عشان ما ياخدش حديد بزيادة وخلاص وبنعرفوا إنه هو كده حامل للمرض وممكن يورثه لأبنائه ودي الصورة الأولى من البيتا ثلاثمية الصورة التانية اللي هنتكلم عنها هي البيتا ثلاثمية مايجور بيقولوا عليها كوليز أنيميا وده بيكون عنده الاثنين جين مصابين إصابة جديدة بتخلي عنده نقص أو عجز جديد جدا في البيتا تشينز اللي جوه الهموجلوبين فيبقى عنده تكسير شديد في قرات الدم الحمر وبالتالي هذا المريض بيكون معاه مشاكل كتيرة زي أول حاجة السيفير أنيميا عنده أنيميا جديدة غالبا الهموجلوبين بتاعه لما بنيجي انشخصه بيكون أقل من ستة وغالبا بيتشخص وهو طفل عمر سنة سنتين تلاتة في الحدود دي فالطفل يبقى باهت وعمال ينهج والنمو بتاعه فيه مشكلة ودايما تعبان ومجهوده قليل أول حاجة الأنيميا تاني حاجة بنلاقيها الجوندس الطفل ده أو الشخص المصاب بيكون عنده انترافاسكولر هيموليس تكسير في كرات الدم الحمرة داخل الأوعية الدموية عشان كده البولوروبين بيعلى وعشان كده المريض بيكون أصفر عنده ياراقان أو صفرة المشكلة اللي بعد كده هي هباتو سبيلينو ميجالي هذا الطفل أو هذا الشخص بيبقى عنده تدخم في الطحال نتيجة الاكسترافاسكولر هيموليس تكسير كرات الدم الحمرة داخل الطحال فالطحال بيتدخم كمان الكبد والطحال ممكن يتدخموا بسبب الاكستراميدالري هيماتوبيوسيس الجسم كرد فعل بيقول للطحال وبيقول الكبد خرجوه لشوية دم فبيحفزهم على إنتاج كرات دم حمرة بيحاول يعني فبيحصل فيهم تدخم وخلي بالك ان تدخم الطحال لو زاد لدرجة كبيرة ممكن هو بعد كده يسبب تكسير في كرات الدم الحمرة لما نيجي ننقل لهذا المريض دم لان مريض البيتا 300 ميجور بيحتاج نقل الدم بشكل مستمر طبعا المشكلة اللي بتحصل بعد كده هي هذا المريض بيحصل عنده زيادة في نسب الحديد عنده وممكن هذا الحديد يترسب في الأنسجة الحديد ده بيزيد بسبب التكسير كرات الدم الحمرة عملة تتكسر وهي جواها حديد فالحديد بيكون موجود في الدم وكمان بسبب كسرة نقل الدم المهم من الحديد بيزيد في جسم هذا الطفل أو هذا الشخص وممكن يترسب في الأنسجة المختلفة ممكن يترسب في القلب ويعمل يعمل أريزميا يعمل بريكاردايتس وغيرها ممكن يترسب على الكبد ويعمل تلايف في الكبد ممكن يترسب على البنكرياز ويعمل سكر غدة الدرقية ويعمل هايبوثايروديزم خمول في الغدة الدرقية ممكن يترسب على البيتيوتري الغدة النخمية ويعمل جروث ريترديشن مشكلة في النمو عشان جروث هرمون قل ممكن يعمل تأخر في البلوغ بسبب الجنادوتروبينز بتقل فالمهم ان الحديد ممكن يترسب على الاعضاء المختلفة لو احنا معالجناش الموضوع بشكل كويس كمان من المشاكل اللي بنشوفها على المريض ده هي البون مارو هيبر اكتيفتي طبعا البون مارو نشيط عمل يشتغل بيحاول يعوض التكسير فبيحصل تدخم في العظام ومشاكل فبنبص على وجه هذا المريض بياخد فيتشرز معينة والشكل المعين بالمواصفات دي اللي بنقول عليه مرضى 300 ميجور بيبقوا فيهم هذه المواصفات بالشكل ده كمان اللونج بونز او العظام الطويلة بتاعت الجسم برضو بيحصل فيها مشاكل ويحصل كورتكال فيلنج ويحصل وممكن يحصل كسور مرضية يعني الشخص يتكسر لاي سبب بسيط او خبطة بسيطة يحصل عنده كسور في العظام كمان ممكن يحصل جول بلادرستونز حصوات المرارة وبتكون من النوع اللي هو بلوروبين بسبب التكسير الزيادة الصورة التالتة من المرض هي البيتا 300 انترماديا ومن اسمها بتكون درجة وسط ما بين المينور وما بين الميجور بعد المرضى يبقى عندهم انيميا متوسطة مثلا ممكن في بعض المراحل يحتاج نقل دم لكن غالبا مش بيحتاجوا بشكل مستمر يعني من الاخر هي درجة متوسطة بنتعامل معاها على حسب هي شدتها ايه بالزبط وبتكون ما بين البيتا 300 ماينور والبيتا 300 ميجور ودلوقتي تعالى نعرف مع بعض ايه الفحوصات اللي بنعملها لمرضى بيتا 300 الفحوصات يا صديق العزيز كما هو واضح اول حاجة اللي بنشك منها اساسا هي سي بي سي صورة دم كاملة هتلاقي المريض بتاعك عنده انيميا طبعا على حسب هو عنده بيتا 300 ايه بالزبط لو هي بيتا 300 ماينور ممكن يكون اللي مجلوب طبيعي او قليل حاجة بسيطة درجة بسيطة من الانيميا اما لو كانت بيتا 300 ميجور مسلا فهتلاقي نقص جديد اللي مجلوبين ممكن يكون اقل من ستة هيكون الامي سي في قليل الاردي دابيو هيكون عالية ولو جيت تعمل للمريض بتاعك علامات تكسير كرات الدم الحمرة التحاليل يعني هتلاقي طبعا البلوروبين عالي زي ما قلنا في البيتا كراسيميا ميجور لو التكسير شديد بقى الدي اتش عالي هابتو جلوبين قليل تيجي تعمله او مستويات الحديد تلاقي الايرن عالي ترانسفرين ساتوريشن عالي والفريتين عالي ولو عملت للمريض بتاعك فيلم دموي او بريفرابلاد سمير هتلاقي طبعا مايكرو سايتوزيز كرات الدم الحمرة حجمها صغير وهتلاقيها بيل او باتا هيبوكروميك اربيسيز وممكن تلاقي فيها تارجيت سيلز خلايا كده بتبقى شبه اللي احنا بنشن عنها دي بنقول لها تارجيت سيلز بالشكل اللي قدامك ده تيجي تشخص المريض بتاعك تقول له عملي تحليل فصل هيموجلوبين هيموجلوبين في حالة البيتا ثلاثميا ماينور هيطلع بس شوية زيادة في الهموجلوبين اي تو اكتر من ثلاثة ونص في المية وشوية نقص بسيط في هيموجلوبين ايه يبقى كده انت شخصت ان المريض بتاعك عنده بيتا ثلاثميا ماينور اما في حالة البيتا ثلاثميا ميجور هتلاقي زيادة في الهموجلوبين اي تو وهتلاقي نقص جديد في الهموجلوبين ايه زيادة في الهموجلوبين ايه ممكن يصل الى حد تسعين في المية فكده يبقى انت شخصت ان المريض بتاعك عنده بيتا ثلاثيميا ميجور طبعا ده غير الدي ان اي اللي ممكن تاخده وتحلله لكن الاكتر اللي احنا نطلبه هو الهيموجلون الكترو فريسيز لو مريض عنده بيتا ثلاثيميا ميجور وبقى له فترة كبيرة والموضوع مزمن نعاه وجيت عملت له سكال اكس راي ممكن تطلع بالمواصفات دي يطلع كورتيكال تنينج وتلاقي حاجات طلع كده زي الشعر من السكال بنقول عليها هير اون اند ابيرانس كل ده بسبب البون مارو هايبر اكتيفاشن كمان لو عملت له اكس راي على اللونج بونز على العزام الطويلة برضو بتلاقي كورتيكال تنينج وممكن تلاقي ارياز اوف استيوبروسيز هشاشة عزام كذلك الامر لو عملت له سونار فممكن تلاقي هباتوس برينو ميجلي تضخم في الكابت والضحال ممكن تلاقي الجول بلادر ستونز الحصوات اللي هي في المرارة ممكن تلاقي ليفر سيرروزيز لو كان عنده ايرن اوفرلود وما تعليقش بشكل كويس يعني ودخل في تلايوف الكبد وفي الحالة دي ممكن نحتاج ناخد عينة من الكبد عشان نحللها ونشوف فعلا فيه ساكندري هيمو كروماتوزيز ولا لا يعني الحديد مترسب فعلا على الكبد ولا لا كذلك الامر لو انت شاكك في مشكلة في القلب فممكن تحتاج تعمله ايكو او موجات صوتية على قلب وممكن نحتاج نعمله الام ار اي وده الاضق والافضل حاليا واخيرا يا صديق العزيز فيه تشخيص الجنين في بطن امه عشان نشوف عنده بيتا 300 ميجر ولا لا يعني لو احنا عارفين ان الاب حامل للمرض والام حاملة للمرض لما تكون الام حامل في الاسبوع من 8 ل 12 تقريبا بناخد عينة من المشيمة بتبقى سنار جيدة بالسنار يعني سواء من برا كده من البطن ناخد عينة بسرنجة او من المهبل على حسب مكان المشيمة فين المهم بناخد عينة ونعمل لها نعمل لها تحليل جيني عشان نشوف فيه مشكلة في الجينات ولا لا لان المشيمة والجنين من مصدر واحد يعني نفس الجينات عشان لو هذا الطفل عنده بيتا 300 ميجر ساعتها نعرف ونشوف القرار المناسب ايه ودلوقتي تعالى مع بعض نتكلم عن علاج البيتا 300 بالنسبة لعلاج البيتا 300 فأول حاجة بيتا 300 مينور زي ما قلنا غالبا المريض ده مش بيحتاج علاج لكن بنعرفه بس ان هو ما عندوش انيميا نقص حديد فما يعودش ياخد حديد عالفاضي لكن برضو نحط في بالنا ان بعض الاناس السيدات اللي عندهم بيتا 300 مينور ممكن وقت الحمل بتاعهم يحصل لهم انيميا نقص الحديد فيعني نتابع مستويات الحديد ولو نقص ممكن يحتاج حديد لكن القاعدة الاساسية ان مريض البيتا 300 مينور مش محتاج حديد اما بالنسبة للنوع التاني اللي هو بيتا 300 ميجر او الكوليس انيميا فتعالا مع بعض نعرف خطوات العلاج بتاعته فاول نقطة في علاج هذا المريض هو بننقله دم بشكل دوري عشان نحافظ على مستوى الهموجلوبين بتاعه من 9 ل 10 هو ده التارجت بتاعنا فبنديله باكد اربيسيز بجرعة من 10 ل 15 ميليليتر لكل كيلو وبنكرر الموضوع ده على فترات لحد ما نحافظ على مستوى الهموجلوبين بتاعه من 9 ل 10 فكل طفل او كل شخص عنده بيتا 300 ميجر بيبقى عارف الجدول بتاعه يقول لك انا بنقل دم كل شهر واحد تاني يقول لك انا بنقل كل 3 اسابيع على حسب كمية التكسير اللي عنده وعلى حسب الفترة اللي لقناها منازبة عشان نحافظ على الهموجلوبين بتاعه من 9 ل 10 النقطة التانية في العلاج بتاعه هي ان احنا هنديله ادوية تزيل الحديد الزيادة ده في الدم عنده عشان ما يعملش بشاكل على الاعضاء المختلفة زي ما قلنا طيب امتى نبدأ نديله اير نيكليشن نبدأ نديله لو عملنا له تحليل الفريتين وطلع اكتر من الف او لو المريض ده خد دم بشكل منتظم لمدة سنتين او يعني خد 20 ل 25 مرة نقل دم بعد ما نقل الكمية دي يبقى نبدأ نديله اير نيكليشن ثيرابي طبعا فيه ادوية كتير موجود في السوق زي مثلا ديس فيرازي روكس اللي هو موجود اقراس اكسجيد ده قرص بيدوف شوية مية فيه منه تركيزات 125 و250 و500 ميلي جرام الجرعة بتاعته من 20 ميلي جرام لكل كيلو في اليوم وممكن نرفع اذا لزم الامر لحد المكسيمام دوس بتاعتنا اللي هي 40 ميلي جرام لكل كيلو في اليوم المريض بياخده بشكل يومي بيفضل مستمر عليه طول العمر كمان فيه اقراس تانية او نوع تاني اسمه ديفيري برون كمان طبعا فيه حقن او نوع اللي هو ديس فيروكزامين زي ديس فيرال بس ده بيتاخد تحت الجلد وبمضخة معينة ومعقد الاكثر انتشارا دلوقتي هو الاكسجيت زي ما قلنا الخطوة الثالثة في العلاج هو دواء او حقن اسمها في السوق باسم ريبلوزيل دي حقن بتتاخد تحت الجلد كل ثلاث اسابيع بيقال ان هي بتقلل احتياجات هذا المريض لنقل الدم فنبدأ نديها للمريض مرة كل ثلاث اسابيع ونشوف بعد ثلاث جرعات لو فيه استجابة بنكمل لو ما فيش استجابة ولسه المريض بتاعنا بيحتاج نقل دم بنفس المعدل يبقى بنوقفها وملهاش لازمة النقطة الرابعة في العلاج وهي ازالة الطحال بعض المرضى لما يحصل عندهم زي ما قلنا تضخم في الطحال كبير بيخليه يحتاج نقل دم بشكل اسرع الطحال نفسه بيكسر كرات الدم الحمرة الجديدة وفي الحالة دي بيفضل ان احنا نزيل هذا الطحال السن المثالي بتاعه بيكون من ست لسبع سنين المهم ما يكونش قبل اربع سنين عشان طبعا وقبل الجراحة لازم نكون طعامنا الطفل ده ضد النيومو كوكال سبيشز ومنينجيو كوكال سبيشز هموفلس انفلونزا وبعد ما نشيل الطحال غالبا الطفل ده بيحتاج ياخد بنسلين طويل المفعول طول العمر او أورال بنسلين كوقاية طول العمر النقطة الخامسة في العلاج هي علاج المضاعفات والمضاعفات معظمها بيكون بسبب الانيميا او بسبب الايرن اوفرلوت فالصح طبعا ان احنا بنعالج السبب من الاساس بنعالج الانيميا وبنعالج الايرن اوفرلوت زي ما قلنا ندي دم وندي الايرن كليش انفرابي بشكل كويس عشان نتجنب المضاعفات من الاساس لكن لو حصلت بنتعامل معاها المريض لو حصل له جول بلادر ستونز وحملت اعراض حصوات في المرارة عملت اعراض نعمله عملية ونشيل المرارة دي مريض جايله عدوى سواء هباتايتس بي او هباتايتس سي او اتش اي في بسبب نقل الدم المتكرر برضو نعالجه مريض حصل له مشاكل في القلب بسبب الحديد نبدأ نتعامل معاه مع طبيب القلب مريض حصل له نتعامل معاه مريض حصل له سكر بسبب ان الحديد جي على البنكرياز برضو نتعامل معاه ونبدأ نديله علاج انسولين مريض حصل له هايبوثيروديزم او خمول في الغدة الدرقية نتعامل معاه مريض احتاج جروف هرموني نديله مريض حصل له او مشاكل في البلوغ برضو نبدأ نتعامل معاه لكن الاساس في العلاج هو ان احنا نمنع هذي المضاعفات من الاساس عن طريق بشكل كويس النقطة السادسة في العلاج هي ساعات المريض ده بنتديله ممكن نديله طبعا فيتامين دل طبعا لازم نطعامه ممكن احيانا نديله كالسيوم وممكن نقلل الحديد شوية في الطعام اللي هو بيكله وممكن نشجعه ان هو يشرب شاي كل الحاجات دي الى حد ما في بعض الادوية عليها دراسات دلوقتي عشان يستخدموها في زي طبعا هيدروكسيوريا اللي بيستخدم اصلا في لأن هو ممكن يجيب نتائج هنا برضو او الانمية المنجرية يعني كمان الروكزوليتينيب كمان الاريثروبيوتين كل دي حاجات تحت الدراسة النقطة التامنة في العلاج هي ستم سيل ترانس بلانتيشن او زراعة الخلايا الجزعية وطبعا دي مش متوفرة في كل مكان وليها احتياطات وليها مشاكل ويفضل طبعا قبل سنة 3 سنين ولازم يكون هذا الشخص عنده اخ او اخت بنقول عليهم يعني لازم يكون متطابق جينيا معاه عشان يتبرع له فدي لو حصلت وتمت للمريض فتكون كيوراتيف يعني دي شافية للمريض لو عرفنا نعمله زراعة الخلايا الجزعية فتكون شافية للمريض ان شاء الله وما بيحصلش تكسير وما بيحتاجش باقي العلاجات دي ان شاء الله كذلك الامر والنقطة التسعة هي الجين ثرابي العلاج الجيني ودي حاجة متقدمة جدا وبدأت تشتغل بالفعل لكن يعني قليل قوي هذا العلاج بيعد للجينات بتاعة المريض لكن الجين ثرابي لسه مش متوفر بشكل كبير مثلا في السعودية يقول لك تم اجراء عملية واحدة في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية مثلا يعني فلسه دي مستقبلها جاي ان شاء الله اللي هي الجين ثرابي وبرده ده لو تم بيكون شافي والمريض ما بيحتاجش علاج بعد كده وكده يا صديق العزيزي بقى تكلمنا عن نقط علاج بيتا ثلاثيميا ميجور وهما باختصارا ان احنا بننقله دم بشكل مستمر بشكل دوري نحافظ على الهمجلوبين بتاعه من تسع العشرة نديله اير نيكليشان ثرابي حاجات تقلل الحديث في الدم عشان ما يحصلش منه مشاكل ممكن نعمله عملية ونزيل الطحال لو بدأ يكسر كرات الدم الحامرة نعالج المضاعفات لو حصلت لو كان متاح وعرفنا نعمله زراعة خلايا جزعية فده بيكون شافي لي ان شاء الله الجين ثرابي برضه بيكون شافي لكن لسه مش متوفر بشكل كبير وبالنسبة بقى للبيتا 300 انترميديا فدي درجة متوسطة زي ما قلنا ما بين الميجور وما بين الماينور فدي هيكون على حسب هي ايه بالزبط لو الانيميا كانت شديدة لدرجة ان هي تحتاج دم بنحتاج ننقله دم في بعض الاحيان لكن احيان تانية ما نديش كذلك الامر الاير نيكليشان ثرابي لو هو بياخد دم كتير هنحتاج نديله اير نيكليشان ثرابي او لو الفريتين بتاعه اكتر من 1000 هنحتاج لكن لو اقل من كده مش هنحتاج فبرضه هنتعامل معها على حسب شدتها بالزبط وكده يبقى خلصنا حلقتنا النهاردة وفي النهاية احب اشكركم ما تنساش اشترك في القناة واعمل لايك وشير شكرا لحضرتكم